بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله كنرحب بكم أخواتي الغاليات نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير يما بإذن الله غادي قدم لكم خبز ديال الضال في المقلب واحد طريقة اللي هي رائعة جدا وسهلة غادي تشوفوا معي إن شاء الله جوجة طرق تحضير ديال هاد الخبز اللي النتيجة دياله رائعة كيف كتشاهدوا نتمنى إن شاء الله تتبعوا معي الفيديو واللي أعجب لكم ما تنسوش تبرتجوه مع الأحباب مع صديقة ديالكم باش تعمل فائدة وما تنسوش تضغطوا على زل إعجاب والعجب لكم فيديو بارك الله فيكم على بركة الله دوسوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله فإناء كنضيفوه جوج كؤوس من الدقيق الأبيض وهذا الكزي العنب القيز دياله 100 جرام أي ضفت 200 جرام ديال الدقيق وغادي نضيفوه كأس من الفينو أي الدقيق القمح الصلب أو السميد الرقيق ونصف ملعقة اللي هي صغيرة ديال الملح الملح ديالي ما يبقى حسب الدوق وملعقة اللي هي صغيرة ممتلئة ديال السكر ممكن تستغنو عليه ونصف مع القل اللي هي كبيرة ديال خميلة الخبز أو خميلة الفورية وملعقة اللي هي كبيرة ديال الخل أي نوع متوفر عندكم وغادي نحتاجو الماء الدافئ كندمج ما بين هادئ العناصر ونضيف الماء بالتدريج سوف نضيف الماء كيف كنت جاهدو هناك وخال عجينة كتكون رخوة نحصل عليها بهذا القوام هذا كتلسق شوية في اليدين باش نتحصل على واحد الخبز لكي يكون رطب هنا غادي نغسل غير يدي ونرجع للعجينة تكون شربت شوية ديك سميدة هنا على ما غسلت يدي كيف كتلاحظ العجينة شربت شوية وكن نبدأ وندلكو فيها بهذا الطريقة بلا ما نحتاجو للعجانة لأن كمية قليلة اضعف الكيمية ممكن اضعف في العجانة هنا اضع شوية كيف كتلاحظ لا تبقى شربت الماء ونضع دقيقة بحال هذا سوف نجمع العجين ونضع كمية زيت نباتية لبس الزيت بهذا الشكل سوف اضعها ونضعها بلاستيك غدائي ونجدها تختامر ونضع العجينة الثانية في نفس الإناء سوف نضيف بالدقيق الكامل بالنخال جوج كؤوس وكاز العنباء الفين السميد الرقيق نصف ملعقة صغيرة الملح نصف ملعقة كبيرة الخميرة الفورية الخبز ونضيف السكر خصوصا لأصحاب الحمية أو المرضى السكاري غنية بالفوائد يمكن استغناء الخميرة الطبيعية مطلق المصف السكر السكرا لنضيف السكر لأعطين الحمول الثانية منذ يمكن الماء الحجينة التي تكون رخوة ونضيف الماء يمكن العجنة لم تقصح العجينة يمكن تستغناء السميد أو الفينو و تتعجنه بالدقيق الكامل كتلاسة الكووس و هنا لا نضيف الزيت و نرش فيه بالدقيق الكامل و نغطي العجين و نجعلها تختمر أرجعت معكم أخواتين بعد ما اختمرت العجين هذه العجينة الأولى نضيفها و نخلط جدك الهواء التي تشكلها فيها نضيفها و ننضيفها و نجعلها ترتاح و نخرج الهواء من العجينة الثانية و نرجع لها نجيب العجينة الثانية تجاهد و اختمرت معي و نخرج ذلك الهواء التي تشكلها فيها نشاء الله نضيفه بالعجينة و نضيفه بالشكل نضيفه كاملاتو أو بسمك على سطح العمل و نضيفه من نباتية و نضيفه بإضافة و نضيفه في الميقلاس بعد قرصتها نضح المقلات نضح المقلات ونضح المقلات بورقة الزبدة نضح المقلات ونضح المقلات نصل على مقلات 22 سوطي مصر ولكن مع المقلات ممكنك تقسم في العجينة على الجوج أحيانة صغيرة ونضح المقلات نضح المقلات المقلات الثانية نضح العجينة يمكن ان اضعوا نوع واحد ونقلصها بها الطريقة كنلسق مزيان هذا الشوفان جنجلان على العجين عندما نضيف الزيت كانت في في البلاتو فاش قلصت العجينة الاولى ونجيبوا المقلات هنا فرشت ورق الزبدة غير او كانت المقلات تلسق او تدهنوا مزيان غير بالزبدة نضيف الزبدة ونضيفها في المقلات ونقرسها بها الطريقة لأول مرة تشاهد الفيديو نرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله وهنايا بعد ما اختمت العجين يعني او اللي اختمروا معايا بجوج العجينة الاولى اختمرت والضعف الحجم ديالها سوف نضيفها فوق النار لك تكون هادئة قبل ما نضيفها فوق النار كنت اضيفها مقلات ونضيفها على النار لك تكون هادئة جدا ونضيفها المقلة الثانية او القريصة الثانية اضيفها فوق النار او ممكن ان اضيفه وحدا مقلات هنا اضيفه يجب أن تتعليها بشكل جيد اضطرها من الأسفل بعد أن نقلبه على الوجه الثاني هذا الخبز يوجد طب من الأسفل نحند خبز وضع الزبدة وضع على الوجه الثاني ونضع مقلاط وضع ثم نضيف من الزبدة خبز على الوجه الثاني كيف كان تشاهدوا تبارك الله معنا وخداء اللون تحمر سن نرجع للوجه الثاني لنبدأ الخبز بهراطي ونجد الخبز ونرجع معكم باذني الله وهذه هي النتيجة الخبز اللي حضرت معكم ان شاء الله اليوم اتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم تغييك يوجدوا معنا ما كياخدوش من الوقت اللي هو كتير وهذه الخبيزة اللي دلناها بالدقيق الكامل والخبيزة الأولى اللي دلنا بالدقيق الأبيض والفينو نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب دلكم هذه الفيديو ممكن حتى هذه يدلوا لهذه الجنجلة من فوق أو لكشوفان حسب الرغبة ديالكم كي يجين فش فش وارطب نتمنى إن شاء الله تجربوه وتردوه علي في التعليقات اصفتوا لي تطبيقات ديالكم في الفيسبوك او في انستغرام سنخذلكم للروابط في صندوق لوسف أسفل الفيديو وكنشكركم على المتابعة أخواتي لا تنسوا تجعوني بلايك وتبردجوا الفيديو مع الأحباب ومع صديقة ديالكم باشتعون من الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته